وعليكم ورحمة الله يا أستاذ محمد أهلا بك وسهلا شكرا عليكم عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته حدولك أنت بتعوري المعروف يعني وكده تفضل حدولك أنت بتعوري المعروف وكده وحتى ميكب وآه وانت جاي تحاسبني على الهوى انت حضرتك دارس ايه يا فندم انا عندي فصول دي حضرتك دارس اصول دين فأرجو انك انت تراجع كتبك في الفقه أشكر حضرتك على مدخلتك الكريمة وإذا حضرتك لا معلش اسمعني حضرتك أشكر حضرتك حضرتك عايز تنصحني وان حضرتك داخل على الهواء وبتتكلم عن مسألة الميكب وبتتكلم على مسألة الزينة لنا قدر من الزينة يجوز لنا وضع لكن هذا القدر الذي نضعه احنا بنضع ضرورة كاميرا هذه الضرورة التي نقوم بوضعها بنضعها لضرورة الكاميرا ومع ذلك أباح لنا الشرع الحنيف هذا القدر من الزينة وحضرتك تقدر تبحر في فروع الفقه الشريف هتجد رائسة الفقهاء في جوازي أن تكتحل المرأة وتحدث بعض الفقهاء عما كان يقوم به أو تقوم به الصحابيات الجليلات من وضع الاسفيداج وهو نوع كده أشبه بالبدرة بيضعوه لإظهار إظهار بعض أو لستر بعض العيوب التي تكون في الوجه وإزالة بعض هذه البقع كأن امرأة مثلا كانت حامل تستطيع أن تستر ذلك بوضع هذا الاسفيداج على وجوههن لتغطية بعض الكلف أو بعض الألوان التي قد لا تكون متناسقة في وجهها وهذا موجود إن شئت إن حضرتك بما إنك دارس أصول دين إنك ترجع له أو تعود إليه في فروع الفقه وتشاهد كذلك ما تكلم فيه الفقهاء من بعض الحمرة التي كان أو الصفرة كما ذكر ذلك الفقهاء في كتب الفقه لكن إحنا بنتبنى رأي واحد وعايزين نمشي فيه وعايزين إحنا نتكلم فيه هو يعني وأباح لها الحناء والرسم على اليدين هو النبي عليه الصلاة والسلام مش رد امرأة لمنظر يديها بأنها ليست يد امرأة لأنها لو كانت يد امرأة لطلتها بالحناء يعني أرجو أن نحن نراجع تفاصيل ذلك بدقة وإن حضرتك لما تعرض ذلك الأمر وعايز تطلع تتكلم على الهوى وتقول إن الدكتورة نادية عمارة بتضع بعض المساحيق على وجهها أنا أستعمل حقي الشرعي في أنني أضع بعد الزين المنصوص إننا أقدر أن أستطيع إن أنا أضعها وأضعها لضرورة أخرى وهي ضرورة الكاميرا أرجو أن حضرتك تراجع ذلك الأمر وأسأل الله لي ولك التوفيق والفتح والسداد وبلاش الطريقة المتهجمة دي قد يتناصح البعض يعني إحنا ممكن أنا أكون مش فاهم حكم وأحتاج إن أنا أرجع أو إن أنا فاهم شيء فأظلم اللي قدامي وأنا ما رجعتش وأنا ما عرفش وأنا ما فهمش الوضع الذي هو علي يبقى أنا علي إيه في الحالة دي علي أن أنا أراجع وعلي أن أنا أستذكر هذه المسائل وما ورد فيها وأراء السادة الفقهاء وإن شئت كذلك عدت إلى تفسير الآية الكريمة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وانقسم أهل التفسير إلى فريقين فريق يقول أن إلا ما ظهر منها وهذا الاستثناء في الآية الكريمة إنما يعود إلى رأيين ذهب بعض أهل التفسير إلى أن هذا الاستثناء خاص بأن كل المرأة زينة كل ما يظهر من المرأة فقال لك دي يعني الزينة الخاصة بالخلقة أي الوجه زينة واليد زينة والرج أو ظاهر القدمين زينة عند من رأى بظهور ظاهر القدمين زي سادة الأحناف وذهب البعض الآخر فقالوا هي الزينة المكتسبة من الكحل والصفرة في الوجهين يعني ما تستر به المرأة وجهها أو إن المرأة بتدار بعض العيوب في وجهها أليس ذوق العام يعني أنا مثلا طول العمل أسهر وأعمال أقرأ وعمال أن أنا أكتب وربما أعاني من بعض هالات سوداء أنا أو غير وبعدين من الذوق العام وأنا طلع أتصدر الكلام على كاميرا إن أنا أطلع كده يعني بلا شيء ولا من الذوق العام رعاية هذه الكاميرا التي نتعرض إليها ولها كم كبير من يعني نتعرض لضغط كبير من الإضاءة الشديدة التي قد تضيع معها ملامح الوجه فنضطر إلى ذلك فعندي جواز بأن لي قدر من الزينة أنت تأتي تحرمه علي وقد أجازه الله لي ثم عندي ضرورة العمل بظهوري على الكاميرا ولي أن أنا أضع ذلك ويفعل ذلك النساء والرجال لضرورة الكاميرا قد يحتاج لده بعض الوجوه وقد لا تحتاج إليه بعض الوجوه ولكن الغالب أنها لابد من وجودها ولابد من طلاء الوجه بها ضرورة للظهور على هذه الكاميرا التي يعني أمتثل فيها بين يدي حضرتكم أرجو من حضرتكم مراجعة العلم ويكون عندي منهج فيه النقد إنما مش أطلع أن أنا بس طالع أنا خريج أصول دين ممكن تكون خريج أصول دين ومحتاج تذاكر أنا أنصح حضرتك بأنك تروح تذاكر لأن مسألة أن أنت تتصدر كده على الناس وتطلع على الناس فتقول أنت بتكلمي في الدين وأنت كذا يعني حتى أدى بالنصيحة افتقرت إليه أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا ترجمة نانسي قنقر